اشتركوا في القناة الدولة التي تنوي زيارتها فقد تتوفر باقات دولية للبيانات في هذه الدول وهو ما يقلل أسعار التجوال بشكل منحوظ أو يمكنك أن تشتري شريحة اتصال محلية كحل بديل عند وصولك إلى وجهتك حاول تقليل الوقت الذي تمضيه على الانترنت وتجنب تحميل الملفات والمرفقات كبيرة الحجم فقد يستهلك جهازك الكم الأكبر من البيانات حتى وإن لم تستخدمها فعلياً ولتفادي ذلك قم بضبط إعدادات جهازك لتستقبل الرسائل الإلكترونية يدوياً وتأكد من إيقاف التحديثات الألية لجميع البرامج حاول أن تستخدم الانترنت اللاسلكي المجاني كلما أمكن وتذكر أنه يمكنك دائماً إيقاف خدمة تجوال البيانات بالكامل وإليك الطريقة على جهاز الأندرويد اذهب إلى الإعدادات واختر خاصية الإنترنت واللاسلكي والشبكات ثم توجه إلى إعدادات شبكات الجوال ثم إعدادات الشبكة واضغط على إيقاف تجوال البيانات أما على الآيفون أو الآيباد فتوجه إلى أيقونة الإعدادات ومن ثم الإعدادات العامة ثم اذهب إلى الشبكة واختر إيقاف تجوال البيانات وإذا كان لديك جهاز بلاك باري فتوجه إلى خاصية إدارة الإعدادات في القائمة الرئيسية ثم اذهب إلى خاصية شبكة الجوال واضغط على زر الإيقاف لخدمات تجوال البيانات إن تحكمك في خدمة تجوال البيانات سيدعك تستمتع برحلتك في الخارج دون فواتير مرتفعة أو مفاجآت غير سارة للمزيد حول خدمات تجوال البيانات قم بزيارة موقعنا الإلكتروني ICTقطar.qa أو تواصل مع مقدم الخدمة الخاص بك